اشتركوا في القناة لا إلهي الله محمد رسول الله الإنسان اللي هو عارف على شرع عيش يعرف بالله لا خير في حياة بلا كرامة فما هي إن شاء الله تبارك وعلى الأمور التي تضمن له الكرامة بسموه ايا خمسة 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 واسموه ايا اللي هو اسموه الدين والثانية واسموه حرمة والنفس ما يتعدلك واحدة على النفس الثالثة العقل ما يتعدولك على عقلك والرابع نزيل العرض والخمسة واسموه المال خلينا نقاح حظور وعندك المال ما عندكش ما خدامش بلادك ما خدامش بلادك ياك والدور على الخدمة وتبير حكوه ما تصيبش ياك ما تصيبش حزج جهة عندنا يخدموا الناس ولا ما يخدموش جهة تعالى تعالى تعالش ترك يخدموا ولا ما يخدموش كي واهل جواجتع الشرق كي يجيو هنا صحرا والله يعلي مقام هالبوجور يخدمو يا صاحبي كل شيوي الصبر يجيو هنا صحابة جواج يخدمو إذن الخدمة عبادة أم لا شيء عبادة؟ عبادة عبادة وإذا إن شاء الله عرّت على كتافك مع الصباح وإن تطلب الخدمة صبتها ولا ما صبتها تكون في عبادة أم لا تكونش بعيدة؟ تكون في عبادة ولكن أكثرهم واسموا واحد السيد جاي بالبيسكليت نتعو يطلب قالوا لابن عمي واش أنت تطلب على البيسكليت؟ قال لهم باش ندير التورني في الساعة يعني حتى تطلب يخصوا التورني ديرها في الساعة شتل على عقليك يا ديره؟ لا تخدم الله يعطيك الخبيز والنعناع لا تخدمها صحبي رأى عبادة مالك الآن ما عندكش الفلوس ودورت على الخدمة ومصرش قال الكرامات عكما لأنك يدخل على أبك وانت عندك سبعة وعشره عام ودقول له أعطيني باش نمشي للحمة مليحة ولا مليحة؟ ثانيا ينبك دايمن وامك يشوفوك داخل خارج واخا قاعد تصلي ومؤمن ومتقي الله وما تدخلش حتى دوره اش كي قولوك؟ يا واصبحنا لله على هذا غادي الجامعة للدار واش درت النابة؟ فتسقط من أعيني حتى من أقرب الناس إليك وبلادك مصرش هي يجوز لك أن تخرج من هذه الأرض أن تطلب العمل في أرض أخرى هي يجوز لما يجوز هذه كرامة هذه هذه رأى من كرامتك لأنك لم تحقق كرامتك في بلدك والعرض عرض الله وأيما عرض تحقق فيها كرامتك كبل آدم فالهجرة إليها طلبا للرزق الحلال تؤجر عليه سيح في الأرض ومن يهاجر زيد يجد في الأرض زيد زيد مراغما وسعى ترغم ابن عمي تقول لي انتهي واسمه تقول لي واسمه ترغم ما معنى؟ هاي فاعل في الحياة لأنه واسمه أرد ما تدوروا وتجري وتبحث أهل الناس اللي يخرجوا بالبلاد يخرجوا بطريقتين طريقة غير قانونية يحربوا ويحرقوا هذا كنقول لهم شوفوا الله رحمه وليكم الحريق هو مغامرة بالنفس وهي أغلى من المال والمغامرة بالنفس مفسدة زيد حقيقية والمال واسمه مصلحة متوهمة فأن تزيد تضحي بشيء أغلى من أجل شيء أدنى والأغلى مفسدته تقريب محققة والمصلحة التي يمكن أن تتحقق هي وهمية لا تدري إليك تحتفل مالها هذه ما نصحش عليها الناس هذه ما نصحش عليها الناس الثانية أنك تبشي بطريقة شرعية ودين الفيزا وذلك شيء الله يعودك غير بنفسك أولد أننا قد Есть ما يصل الحريق ما يكن جزء badges وكنت أنـ صحتman ما enseñتSho إذا كنت يشير كونترا لن يجي في نيزا يشير كونترا يشير كونترا عنده سبع ملايين يشير كونترا لا يعاونه كاسيدي يشيرت كونترا لكي تخدم لكي تحصل على كارامتك و تدير خبزتك و تدير دارك و تثبت وجودك و ترغمه كل من كان يرا فيك إنسانا غير ذي نفعين و غير ذي جدوا في هالحياة ولكن نقول لك الناس أرفقه على الناس و أحد قال لي كان بيحب ثمانية أرفق عن الناس يا صاحبية أربعة ما تقدك شنتا يا أربعة رك رابح هذو غير خودك تدير لاجر مني خفف على خودك أربعة و تشيري الله يعاونك أولدي الله يعاونك و شوف ذوك الناس مساكن لكي غد ترفق بهم شو هذو كله ما عندهم لاخذ ماله و أولو و مالو كانت تقول لهم إن شاء الله تعالى ما يقصطوها و كذا طيب شام و واحد اللي رحم شاب هذو الطريقة طاولا بي 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 أه الحمد لله كان ربي اللي اخدامي الفاشي ترجمة نانسي قنقر